السلام عليكم. النهاردة هنشرح تاني سكشن في مادة ديزاين في ماشين في ترانسميتد ألمنت. آآ شيت اتنين هو تكملة لشيت واحد آآ في شيت وان احنا اخدنا الفلات بيلت اخدنا آآ يعني ايه فلات بيلت يعني ايه في بيلت ايه الهدف من البيلت اصلا يعني ايه باور ترانسميتشن واخدنا آآ مجرد قانونين اتنين ازاي يقدر احسب الطول بتاع البيلت الال النوت والال سي سواء اللي في حالة او ازاي ازاي يقدر احسب السيتا ازاي يحسب الالفا ازاي يقدر احسب آآ ازاي يقدر احسب السيتا والال والفي او. طيب النهاردة بقى احنا هنكمل على اللي احنا خدناه اللي فات بشكل هناخد بعيد القوانين ونبدأ نستعرض شوية مسائل اول حاجة احنا كنا قيليل ان احنا عارفين ان فيه اوبن بيلت وفيه انا احنا شاكرين دلوقتي على عرفنا من اللي فات ان فيه ان فيه وعرفنا 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 هنبدأ ندخل بقى فيه اللي بعدها فيه حاجة اسمها السنترفيوجل لنس او السنترفيوجل تنشن بسميها التي سي هي عبارة عن الماس في الفي سكوير تاني بمعنى اوضح يعني ايه تي سي او ايه تي سي التالت ده وهو بيلف على البكرتين مش البكرتين دول بيلفوا يعني فيه قوة طرد مركزية فقوة الطرد المركزية بتتمثل في تي سي اللي هي بسميها السنترفيوجل تنشن قوة طرد مركزية بتأثر عندي على التنشن اللي موجود على طرفين البيلت يعني التي سي دي بتأثرلي على طرفين البيلت مش احنا كنا قيلين ان انا عندي فيه تي وان وتي تو اللي هو السلاك سايد والتيت سايد ففيه سنترفيوجل فورس بتأثر عن ناحيتين دول فبسميها تي سي القانون بتاعها هي الام في الفي سكوير الكتلة يعني فيه الفلوس镭 سكوير الام الماس بير میتر لنسو في البيلت بافترض ان انا عندي متر من البيلت انا بدرس على متر واحد من البيلت فبقولك هي الماس بتاعت المتر الواحد من البيلت وعندي الدي بقولك هي الويت بتاعت متر واحد من البيلت والرو هي دينسي بارته بتاعت متر واحد لو جيت فر realistically البلت بتاعي نحن لما بنشوفه بنشوفه من cross section طبعا لو جيت فردته بيبقى لي بقول مثلا اللي هو لي 100 سنتي مثلا وليه B و T ليه thickness بتاعه وليه width بتاعه فB و T دول المفروضة كنا عارفاهم بيبقوا ساعات given في المثائم فبالتالي ال M بتاعتي الماس اللي انا محتاجاها هي عبارة عن ال R مضروبة في T thickness بتاع البلت مضروبة في B width بتاع البلت مضروبة في 1 متر ان انا بافترض ان انا اللينز بتاعي 1 متر زي ما بنقول مش احنا كنا واضحين قانون ان ال R بتساوي M على volume او الماس بتساوي R في volume هو ده volume فقولك B في T في Lins ودي ال R فبالتالي انا لو حبيت احسب centerfusal tension اكون عارفا ان في M في V square يعني لو جالي في المسألة ذكر لي ال M صراحة الماس بتاعة البلت او زكار لي ال DINASTI بتاعة البلت او زكار لي ال weight بتاع البلت اكون عارفة ان انا كده المسألة دي فيها centerfusal tension فبالتالي TC هتدخل معايا في كل الحسابات يبقى لو زكرها لو زكر اي معلومة ترسليني اقدر اوصل لقيمة TC في الحالة دي انا هقدر احسب تيسي يبقى تيسي لانا تدخل معايا في كل الحسابات انهي بقى الحسابات اللي هنقول هادي الوقت يبقى انا كده عرفت تيسي باجيبها مني تعالي بقى احنا عايزين نعرف ان فيه احنا عارفيني ان فيه tension في البلت انا حابدأ احل او حابدأ استعرض القوانين في حالة ان انا مهملة في حالة ان ما فيش تيسي مدنيش اي معلومة بتعبر لي عن التيسي او ان التيسي قيمة صغيرة جدا لدرجة ان انا اعملتها في حالة ان انا ما فيش تيسي القوانيني هتبقى عاملة ازاي؟ هبصة على الناحية دي القوانين بتاعتي هتبقى عاملة ازاي؟ عايزة اجيب التي وان التي وان هتبقى عبارة عن التي نوت في الدلتا تي جا منين الكلام ده؟ هقول لك مش انا بنقول ان احنا عندي هلل ماشي انا بقول ان انا عندي هنا البلت بتاعي هفترض له حالتين الحالة الاولى في البداية وانا لسه ما حططلوش لول وانا لسه ما شغلتش البلت والبكرتين لسه سبتين في مكانهم والبلت انا يدوبك حططه وشدته عليه فبالتالي هيبقى فيتي اسمها تي نوت التي نوت دي ده قبل ما انا عملت باور ترانسميشن قبل ما تبدأ الحركة فبتبقى اسمها الانيشيال تنشن دي التي نوت البداية الحركة الشد البداي اللي انا اللي انا شدت بيه البلت عشان احطه على البكرتين فبيبقى عندي فيه ما اسمها تي نوت طيب ابتدت اصر ابتدى يبقى فيه باور ترانسميشن يعني ابتدى البكرتين ابتدوا يتحركوا وابتدى ابتدى يبقى فيه تنشن فبالتالي بقى ده اسمه السلاك سايد وده بقى اسمه التايت سايد بقى ده تي وان وده تي تو بقى السلاك سايد تي تو التايت سايد هو التي وان فبالتالي بقى عندي تنشن نتيجة انه بيحصل باور ترانسميشن فبالتالي انا اقدر اسمي التي 1 والتي 2 هي التي 1 بما أن التايت سايد هو عبارة عن تي نوت ذا الدلتا تي التنشن اللي حصل نتيجة بقى أنه هو بيلف والتي 2 هتبقى التي 1 والتي نوت ناقص الدلتا تي التي 2 هتبقى ناقص الدلتا تي على اعتبار أن دا السلاك سايد شايف بقول لك السلاك سايد عنده مينموم تنشن والتيتصايد عنده ماكسمام تنشن زي ما قلتها لكل سكشن اللي فات ايه هي الدلتا الدلتا تي دي او الدلتا في تي مسلا ايه هي هي قيمة الاستطالة اللي حصل او الانضغوات بفترض ان ده شبه الاسبرينج بتعامل معك انه شبه الاسبرينج طيب فبالتالي عرفت ان فيه تي وفيه التينوت يبقى اقدر دلوقتي اقدر اقولك حالة ان انا ما عنديش تي سي يبقى التي وان هي التينوت اللي هو الانيشيال تنشن اللي انا حطيته قبل لما ابدأ الف البكرتين قبل ما البلت يلف زائد الدلتا تي الدلتا تي اللي لما البلت بدأ يلف وحصل باور ترونسبيشن فبيبقى فيه قيمة دلتا تي ان هي قيمة استطالة حصلت نتيجة الباور ترونسبيشن التي تو بقى اللي هو في السلاب سايد هتبقى تي نوت ناقص دلتا تي طيب الانيشيال تنشن اللي هي التي نوت زي ما قلتلك هي تي وان زي T2 على الاتنين جبتها من هنا طيب البلد تانشان ريشيو بتاعي بقول ان T1 على T2 دي معادلة المفروض بنبقى حفظينها T1 على T2 هي عبارة عن E قص ميو في سيتا ايه هي الميو الميو هي كو اوفاشنط اوف ريكشن الميو هي الكو اوفاشنط اوف ريكشن ايه هي السيتا هي الكونتاكت انجل الكونتاكت انجل اللي احنا جبناها الكونتاكت انجل بتاعت الدرايفين الكونتاكت انجل اللي احنا جبناها اللي فات لما جينا حسبنا ان فيه سيتا والسيتا 1 الكونتاكت انجل هي دي طيب بس انا هي alk components you بتاعة الدرايفر ولا بتاعت الدرايفن T1 والT2 والسيتا كلهم بتاعت الدرايفين جبوا لي تمام؟ يبقى كده بقدر اقول لك T1 على T2 هي E و سيميو في سيتا لو عايزة T1 يبقى T2 في E و سيميو في سيتا عايزة تي تو تبقى تي وان في ايه استسالة ميوفي ده كل ده حفظ طيب الدرايفنج فورس بقى هو فعليا فعليا مش انا قلتلك مش انا جيت قلتلك ان البلت بيلف على البقرتين طيب لو جيت بسيت على بقرة واحدة هلاقي عندي تي وان و تي تو او العكس ايا جانيا عندي تي وان و تي تو موجودين عندي بس هو بقى البلتة حيلف بقى نهي تيج او بقى نهي فورس هو فعليا انا عندي من هنا مقصرة فورس اسمها تي وان ومن هنا مقصرة فورس اسمها تي دو فهو فعليا حيتحرك بالفرق ما بين ال two forces دون هو فعليا لما حيتحرك حيتحرك بالفرق ما بين ال two forces التارة لما حتلف هتلف بالفرق ما بين ال two tensions دون فبالتالي طلع مصطلح بسميه FD اللي هو و الدرايفينج فورس بقولك هي T1 نقص T2 على اعتبار ان T1 هي الاكبر هي الاكبر من T2 طيب يبقى انا كده عرفت ان ال FD بتساوي T1 نقص T2 على اعتبار ان T1 هي الماكبر من تنشن والT2 هي المينيمام تنشن يبقى البلت لما حيتحرك والبولي لما حتلف هتلف بالدرايفينج فورس اللي هي ال FD طيب التنشن كاباستي بتاعت البلت ماتيريال يعني اقصى تنشن يتحرك بيها البلت هي T ultimate اللي هي عبارة عن ايه؟ هي T في ال B في سيجما القلاوبل دي اقصى تنشن يتحرك بيها البلت هي T في B في سيجما القلاوبل اللي هي القلاوبل استرس التي قلنا دا التكنس بتاع البلت والP هو الواتس بتاع البلت طيب دا لو انا عايزة اجيب اقصى تنشن يستحمله البلت دا التي ultimate طيب الماكسمام برميسابل تنشن بقى الماكسمام برميسابل تنشن بقولك ان التنشن اللي انا بتحرك بيه في العادي هو المفروض ان هو بيبقى تي واحد بيبقى أقل من التي ultimate دا في العادي ان التنشن اللي احنا بنفترض ان التي وان دا بتاع التايل سايد اللي هو الواتس تنشن الاكبر بفترض انه هو بيبقى أقل من من الالتيمت تنشن بس انا ممكن اتحرك بالالتيمت تنشن صح ممكن في حالات اقولك اتحرك او او البلت دا هيتحرك باقصى تنشن عنده فساعتها التي وان هتبقى اسمها تي وان ماكسمام هي هتكون التي ultimate لو حبيت احسب الباور في الحالة دي الباور في الحالة دي هيبقى عبارة عن ايه الباور الترانسميشن الباور هيبقى force of velocity يعني driving force الف دي في الفلوستي بتاعي او ممكن اقول او ممكن اقول هو التي وان ناقص تيتو في الفلوستي التي وان ناقص تيتو في الفلوستي او ممكن اقول كمان هو اكتبها معايا ممكن اقول هو التي وان في واحد ما بين قوسين في واحد ناقص ايه استثالب ميوف سيدة في الفلوستي يعني عوضت عن التيتو بالقيمة دي فانا رحت اقيلة هي تي وان مضروبة في ما بين قوسين واحد ناقص E اللي هو T1 في E أستسالب ميون في سيدة فأخذ T1 معامل مشترك فبقى T1 في 1 نقص E أستسالب ميون في سيدة الكلام ده كله مضروب في الفي يبقى الباور بتاعي ممكن أقول هي الفي دي في الفيلوستي ممكن أقول هي T1 نقص T2 في الفيلوستي ممكن أقول هي T1 فيما بين قوسين 1 نقص E أستسالب ميون في سيدة أقفل القوس في الفيلوستي يبقى دي الباور بتاعتي طيب الكلام ده لو انا جاي بيقولك هات الباور فب لو انا عايزة ايقولك هات الباور في حالة ان T1 maximum في حالة الباور transmitted for T1 maximum الباور اللي بيتنقل في حالة اننا tension في الحالة الماكسيم تعايتها يبقى الباور في الحالة دي هو عيساوي T ultimate في 1 نقص E قصة سالة ميون في سيتا الكلام ده كله في ده ساعتها ان T1 في الحالة دي هتكون هي T ultimate اللي هي الحالة دي في حالة ان انا اشغالها بmaximal permissible tension تمام طيب الكلام القوانين دي كلها كانت في حالة ان انا مش واخدة في اعتباري التنشن التي سي اللي هو centrifugal tension طب تعالا بقى اخد في اعتبارك centrifugal tension هيبقى عندي total tension بتاعي في حالة تايت سايت هيبقى اسمها T1 T هتبقى T1 زائد Tc في حالة اللي سلاك سايت T2 T هي T2 زائد Tc يبقى انا هحط Tc بالموجة بمجموعة على T1 والT2 ليه؟ لان centrifugal tension بتأثر على T1 وبتأثر على T2 هي مضافة للاتنين فبالتالي عشان كده عملتها بالجمع طيب عايزة اجيب الانشيال tension التينوت هتبقى مجموعة برضو للاتنين والسمة هتطلع بالشكل ده خد في اعتبارك السنتريفيجال tension عايزة اجيب البلت تينشان ريشيو T1 T على T2 T هتساوي E أس ميوف سيتا دي اسمها بلت تينشان ريشيو عايزة اجيب T1 T هتبقى T1 T هتبقى T1 زائد Tc ممكن اعوضها بدلالة T2 تبقى T2 زائد Tc في E أس ميوف سيتا عايزة اجيب T2 T هي T2 زائد Tc ممكن اعوضها بدلالة برضو T1 وهكزا فبالتالي عندي T1 والT2 والC ده هم كمان بتوع الدرايفينج بولي عايزة اجيب الدرايفينج فورس ال FD نفس الكلام الدرايفينج فورس هتطلع T1 ناقص T2 يبقى هنا T1 ناقص T2 في الحالتين الدرايفينج فورس تقبيتها واحد طيب التنشان بتاع البلت أو التنشان كبسة بتاع البلت ما ترجع نفس القانون عايزة اجيب بتاعي بقول ان T1 بتبقى هقل من T يعني بقول ان T1 زائد Tc لو انا بقى عند الماكس همشغلها عند الماكس فالT1 زائد Tc هتساوي T يعني انا لو حبيت اجيب T1 هي T يبقى انا لو شغالة عند ماكس هعوض عن T1 ماكس بT ناقص تمام خد بالك ان انا اخدف اعتبار قلتم تقونيجي كلها حفظ هي تباني ان هي مثلا بتلغبط شوية بس مع كترة حلك للمسائل هتلاقي نفسك عرفته طيب عايزة احسب الباور انا بعمل كل ده اصدر عشان اعرف الباور فالباور بتاعي فورس في الفلوستي اما FD في الفلوستي اما T1 nice T2 في الفلوستي اما بقول ان هي T1 في 1 نقص اقصى سالب ميو في سيتا واقفل القص عند maximum permissible tension ساعتها هتعوض بالT1 maximum اللي هي بتساوي T ultimate ناقص Tc اهو لو قالك هتلي الباور عند maximum permissible tension هتعوض بT ultimate ناقص Tc مضروبة في 1 nice E اصدر سالب ميو في سيتا الكلام كله مضروب في الفلوستي الفلوستي بتاعة البل تمام انا كده عرفت القوانين في حالة ان انا مش واخدة في اعتبار Tc وفي حالة ان انا واخدة في اعتبار Tc حقرر عليك واقولك امتى حاخد في اعتبار Tc هو مش بيقول هلك صراحة بس حيقولك حاجة من دول يا اما حيديك الDensity يا اما حيديك الweight يا اما حيديك الماس حيديك معهم T والB بحيس انك تقدر تحسب Tc حيديك القيم اللي تقدر تحسب بيها Tc طيب القانونين دول كنت بقولهم لو انا بحسب الباور في حالة ان انا عندي maximum permissible tension طيب لو انا جيت قلت لك احسب لي maximum power transmission اقصى باور بيتنقل احسب لي maximum power transmission ليها قانون لوحده بعيدا بقى عن اني واخدها في اعتباري Tc او مش واخدها في اعتباري ده قانون عام للحالتين بقولك احسب maximum power transmission شنو سكت فبالتالي بي maximum بحسبها من القانون ده اني بقولك هي 2 على 3 T ultimate في 1 اوس سالب مين في سيتا في الفلوستي الماكسمن طب الفلوستي الماكسمن في الحالة دي بحسبها منين هي جذر T ultimate على 3 ده ال W اللي هو ال wait على الج اللي هي عجلة الجاذبية يعني اقدر اقولك هي جذر الج اللي هي عجلة الجاذبية في T ultimate على 3 ال wait اقدر اقولك برضو هي جذر ممكن اشلك التلاتة ال G التابليو على ال G وحط مكانها M فاقدر اقولك هي T ultimate على 3M ال M ده اللي هو الماس بتاع البلت تمام فبالتالي بحسب ال V ماكسمن للحالة دي من هنا طبع عايز اخط في اعتبارك لو عايز تحسب ال power transmission او لو انا عندي zero power transmission لو انا ما عنديش power transmission بتتنقل في الحالة دي ultimate stress هيبقى هو هو او ultimate tension هيبقى هو هو center potential tension في حالة ان انا ما عنديش power بتتنقل يعني معناها ان انا بقولك ان ده بيلف على فاضي ساعتها هتبقى هي هي ها ultimate tension ساعتها اقدر اطلع من القانون ده طبعا كده عرفت القوانين اللي انا محتاجاها عرفت T وعرفنا يبقى احنا كده عرفنا كل القوانين دي وللأسف هي كل القوانين دي حفظ مع كترة حالك هتقدر تفهمها خد بالك من النقطتين دول في حالة power في حالة maximum tension والpower maximum دي ليها قانون ودي ليها قانون خد بالك لما يقولك انا واخد في اعتبار T تي سي او لأ طيب تعالوا بقى نبدأ نحل المسائل بتاعتنا واحدة واحدة هابدأ بالسؤال رقم اتنين بيقولك ان انا عندي بيلت الويتس بتاعه عشرة سنتي والثيكنس بتاعه واحد سنتي يعني البي بعشرة والتي بواحد بين اللي باور عند سرعة الف ميتر يعني الفيلوستي بتاعتك الف والنت درايفينج تنشن واحد وثمانية من عشرة بيقولك النت درايفينج تنشن يعني انت قيمة الFD النت درايفينج تنشن يعني بيقولك ده التنشن اللي هو فعليا بيتحرك بيه اللي هو الFD بيقولك هو واحد وثمانية من عشرة طايمز التنشن مضروبة في التنشن بتاع اللي هو مضروب في T اللي هو التي 2 التي 2 طيب لو كان السيف برميسيبو التنشن يعني السيجمة اللي قال لهو بالبتاعي واحد وستة من عشرة ميجابسكا احسب لي بالهورس باور نقدر انقلها بالسبيد دي احسب لي الباور يعني بس احسبها لي بالهورس بالهورس باور وافترض ان الدنستي بتاعت الليثر بتاعك واحد جرام لكل سنتي احسب لي الهورس باور في الحالة دي مش الهورس باور يعني هنا وهو واخد هنا وهو واخد في اعتباره الهورس باورس 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 باور البي والتي ومديك ومديك والكلام ده كله. وراح جاي بيقولك الاف دي هي واحد وتمانية من عشرة في التي اه التي بتاع ده. انا انا لما جيت احلها او لما حبت احلها اه في تاني سؤال ده او تاني مطلوب هو خد بالك ان هنا في خد بالك منها يعني كالكوليت هو هنا ما كتبناهاش اه نسيناها فاكتبها انت زي ما اسمه مهور سباو. طيب. فهو قالك ايه اه كتب لك المسألة كلها وكتب لك ان واخد في اعتباره ان في اه ان في ان في رو دينستي بواحد جرام فمعنى ان هو مديك الرو ومديك البي والتي بقى هتاخد في اعتبارك ان فيه تي سي. يبقى اول حاجة هتحسبها هي التي سي. تبدأ تحسب التي سي. هي ام في في سكوير. اللي هي الرو في تي في بي في الفي سكوير. الرو هو مديهالك واحد بس مديهالك واحد جرام لكل سنتيمتر مكعب. فهتروح ضرب في عشرة واستسالة بتلاكة. آآ عشان تبقى بالكيلو جرام على عشرة واستسالة بستة اللي هو السنتيمتر مكعب تحوله. في اللي التي اللي هي بواحد تقسمها على مية عشان تبقى بالمتر. في البي اللي بعشرة تقسمها برضو على مية عشان تبقى بالمتر. في الفي سكوير. الفي هو كان بالدهالة بألف ميتر بس على منت هتقسمها على ستين عشان تبقى بالسكت والكل تربية هيطلع لي تي سي بالقيمة دي طيب تلعت لي قيمة التي سي تعال بقى هو بيقولك هاتلي الباور هاتلي الهورس باور في الحالة دي يعني عايزها الباور في حالة تي وان ماكسمام ليه استردت في حالة تي وان ماكسمام لأنه هو اديك السيجمال اللاوبل هو مديك سيجمال اللاوبل وبيقولك ان مديك السيف برميسي بالسترس للبيلت ده هو واحد ستة من عشرة ميجا مسكال فمديك السيجمال اللاوبل يبقى انت هتستغل هتشتغل بتي وان الماكسمام لأنه مديك سيجمال اللاوبل فتي وان الماكسمام كانت قرون بتاعها ايه يبقى الباور في حالة ان تي وان ماكسمام هو تي اولتمت ناقص تي سي في واحد ناقص اي قسي سالب ميون في سيتا في البيت تعال شوف ايه عندك و ايه مش عندك التي اولتمت هقدر احسبها التي سي انا لسه جايباها الميون الميون والستة مش عندي الفي هو مديها ليجب طب تعال كده اشوف التي اولتمت التي اولتمت مش بتساوي سيجمال اللاوبل في التي في البي عوض بيها طلعت لك التي اولتمت والتي سي ادي لسه مطلعه طيب هو مديك معادلة بيقول لك ان الاف دي واحد وتمانية من عشرة التي اتنين تي يعني بيقول لك الاف دي بش هي كالتي وان نايس تي تو بس اخد بالك دي في حالة التانشن في حالة ان انا واحدة في اعتباري السنترفيوجل تانشن فاقول لك تي وان تي نايس تي تو تي بتساوي واحد وتمانية من عشرة تي تو يعني اقدر اقول لك ان التي وان هي اتنين وتمانية من عشرة تي تو يعني اقدر اقول لك تي تو على التي وان تي هي واحد على الاتنين وتمانية من عشرة يعني ايه يعني هي ايه قس سالب ميو في سيت فأنا كده جبت الحتة دي على بعضها جبت الجزئية دي على بعضها طيب أقدر عوض بالحالة دي قادي تي ألتماد عندي تي سي عندي الإي نقص ميوف سيتا عندي كلها الفي عندي فأقدر أطلعها خد بالك في القانون ده القانون بتاع الميوف السيتا أنا بستخدم هنا السيتا في الحالة الراديا خد بالك كل القوانين اللي بستخدم فيها هنا السيتا ده خلالي جوه القانون يبقى السيتا في الحالة الراديا طلعت الباور في الحالة دي الخلاة الثانية بيقولك هاتلي الباور الماكسمم هاتلي الباور الماكسمم اللي عندك احسيب لي الباور الماكسمم فقانون الباور الماكسمم اه بحط قانون الباور الماكسمم على بعض بحط قانون الماكسمم بحط القانون بتاع الماكسمم باور اثنين على ثلاثة تيه في واحد نواسية والسالب منه في الفي في الفي الماكسمم عوض بقى بالفي الماكسمم عندك بكان وابدأ عوض به فهات الفي هات قيمة الفيل ماكسيموم هنطلع بيه اللي هو قانون بتاعها جزر على ثلاثة M الام بتاعتي اللي هي الرو في البي في الت ابدأ اعوض بيها وطلعها فبقى انا كده طلعت الفيل ماكسيموم تعال اعوض بالفي الماكسيموم هنا والتي ألتمت بتاعتي عندي فهبدا اعوض بيها فبالتالي هيطلع لي القانون ممكن الاركام اللي عندك تبقى مختلفة عن الاركام الاجابات الفاينال انصر اللي هنا امشي على الخطوة طلبة انت ماشي صحة خلاص ده كده كان اول سؤال السؤال اللي بعده اللي هو هنا كان عندك رقم اتنين السؤال اللي بعده اللي هو سؤال رقم واحد عندكم بيقولك عندك ربعمائة وخمسين مليميتر ديامتر ومتين مليميتر ديامتر مسبتيهم على المسافة اللي ما بينهم واحد وخمسة وتسعين من مية ومتوصلين على هاية كروزد بلت ده نفس السؤال اللي خدتوه السكشن اللي فات بنفس اول مطلوبين بس احنا هنحل بقى الثالث مطلوب طالب برضو هاتلي اللينز بتاع البلت وهاتلي الكونتكت انجل وبعدين هاتلي الهورس باور اللي ممكن انقلها بالبلت لما الارجر بولي يلف بمتين ار بي ام والترانسميشن في التايت سايد هي واحد كيلو نيوتن والكوفيشن بتاع البلت خمسة عشرين مليميتر احنا هنحل الجزء ده بيقولها كاتلي هورس باور اول مطلوبين ده حللهم السكشن اللي فات طيئ جبنا ال ال من القانون اللي احنا خلتنى سكشن Buchad جبنا السيتة من القانون ده وانت بقى بتجيب السيتة بالمرة جبها كمان بالـRatial لو هو عايزها بالـches هاتها وهاتها كمان بالراجل عشان هتستخدمها في قانون الباور طالب ايه هو اديك الديامتر والديامتر والـ تعال احط كده قانون الباور مش الباور كنت بقول هو T1 في واحد نقص E قصة سالة ميو في سيتا في في طب هي دي T1 هل داخل فيها سنترفيوجل تنشن لا ما هو ما ادانيش اي معلومة اجيب منها سنترفيوجل تنشن لداني رو ولداني الام ولداني الويد ولداني T ولداني البي يبقى انا مش هستخدم سنترفيوجل تنشن يبقى هي T1 صراحة وهو جاي قالك في السؤال ان T1 بتاعتك بالواحد كيلو نيوتن اللي هي T1 عوض بالT1 اللي انت جبتها او اللي عندك والي الميو اللي مديها لك جيفن السيتا اللي انت لسه جايبها فوق بالراديل اخد بالك بالراديل في الفيو في الفي اللي هو مديها لك جيفن هو كان مديك الفي بكام مديك الان كان في قانون بتاع الفي بقدر راح سبيه الفي كنت بقولي ان الفي هي باي دي ان على ستين باي في دي في ان على ستين الباي آآ في دي اللي هي ربعمائة وخمسين بس هتضربها في عشو ساتة ده في اللي بقى اللي ببتين على ستين فكده اقدر اجيب الفي بتاعتك اللي هي بودي اللي هي على ستين اهي طلعتها تمام كده قدرت اطلع الباور طلعت كده الباور اللي انا عايزها طيب تالت تالت سؤال اللي هو عندكم آآ آآ سؤال رقم اربعة آآ هو ده اللي هنبدأ نحله بيقول لك عندي نايلون آآ آآ كور فلات آآ آآ الوايد بتاعه متين ميلي يعني الفي بتاعته بمتين ميلي آآ وبينقلي باور قيمتها ستين كيلو واط عند بيلت آآ سبيد قيمتها عند بيلت سبيد قيمتها خمسة وعشرين متر ساكند وعندي البيلت فيه ماس آآ الماس بتاعت البيلت آآ كيه اتنين كيلو جرام لكل متر على اعتبار انا بشتغل لمتر لنس بيقولك الماس بتاعتي اتنين كيلو جرام البيلت باستخدمه آآ آآ والديامتر عندي آآ بتاعت الدرايفن آآ تلتميت ميلي متر دايمتر درايفن بولي يعني الدرايفر بتاعي بتلتمية والدريفن بتسعمية الدريفن بتاعي آآ دريفن بولي والمسافة ما بينهم ستة متر السي يعني ستة متر احسبلي البيلت لنس والانجل اللي هي الكنتاكت آآ كنتاكت آآ انجل واحسبلي البيلت تنشنز آآ البيلت تنشنز بتاعت بتاعت كوفيشنت آآ في حالة ان انا عندي كوفيشنت اوفريكشن ثمانية وترزيون من مين طالب البيلت تنشنز طيب وعلي كده بص على المسألة مديك ال آآ البي بتاعت البيلت ومديك الباور اللي بتتنقل مديك الفلوسي بتاعتي مديك الماس مديك الديامتر بتاع الدرايفر والديامتر بتاع الدريفن مديك السي مديك الميوم بيقولك ده طالب ال والثيتا طيب ال ال والثيتا اتعاوض بالقانون بتاع السيكشن اللي فاتت طلعها ما تنساش تطلع علي الثيتا بالرادل عشان انا عمحتاجاها في الباور طيب انا محتاجة اطلع طيب هنا هو مديدي البي ومديني الام مديني الام يعني انا هنا واخده في اعتباري التي سي مما انه مديني الام ومديني الالوصي واخده في اعتبار ايه؟ واخده في اعتبار التي سي يبقى انا لو عندي تي وان تنشن هي تي وان زي تي سي. تي تو تانشن هي تي تو زايد تي سي. يبقى انا محتاج اطلع تي وان. و تي تو وال تي سي. طيب. التي سي عبارة عن ام في الفي سكوير عوض بالمثل اللي اديها لك في الفي اللي بديها لك طلعت التي سي. تعال احط كده قانون الباور قانون الباور بتاعك اللي هو عبارة عن بما ان انا شغالة ب بما اني انا طيب. طيب. يبقى انا كده اه محتاج ان انا جيب التي. يبقى القانون بتاع الباور بتاعك هيبقى تي وان تي اخد بالك تي وان تي اه في واحد نقس اي قس سالب ايه الميو في السيسة هيبقى تي وان تي واحد نقس اي قس سالب ميو في السيسة يبقى الباور مديها لك جيفن والباقي كله مديه لك جيفن فحتطلع القانون بتاع التي وان التي وان تي يبقى ده كده التي وون تي طيب ما هي التي وون تي هي تي وون زائد التي سي بما ان انا هنا واخده في اعتبار التي سي لان هو مديها لك خد بالك هنا هي فيها غلطة شوي المفروض دي كده تي وون تي تمام فانا كده تي وون تي هي تي وون زائد التي سي تمام التي سي مديها لك جفن فتقدر تطلع التي وون ودي التي وون تي هي دي اشيل الرقم ده هتقدر تطلح T1T من T3 تطلع T1 طيب من القانون ده اللي هو T1T على T2T بتسوي EOS ميو في سيدة EOS ميو في سيدة عندك T1T انت لسه جايبها هنا اقدر اطلع T2T اطرحة من T3 طلعت في الحالة دي حابق انا طلعت ايه في الحالة دي حابق انا طلعت T2 يبقى تاني هو مديك ايه مديك معلومة تعرفك ان فيه TC يبقى الباور بتاعي ده وانا واخده في اعتبار ان فيه TC تمام كده يبقى قانون الباور هو T1T واحد ميو في سيدة في البي عود يبقى دي T1T ده قيمة اللي طلعت لي هنا وانت طلعت قيمة TC اطرحة من T1T طلعت T1 لوحدها وهو بجيب بطلع على قيمة T1 لوحدها استخدم القانون ده هتطلع T2T تطرحها من T2T تطلع على قيمة T2T لوحدها تمام يبقى انا محتاجة لطلع قيمة T1 لوحدها T2 لوحدها الارقام ممكن تبقى فيها حاجة غلط اه حلها انت بايدك وطلع الارقام مزبوطة تمام اه كده احنا احنا خلصنا حلينا معظم الشيء بس بتركوش غير مسألة واحدة مسألة ساغلة اه ابدأ حل بايدك واحدة واحدة ان شاء الله تلاقي الموضوع سهل لو فيه اي مشكلة اه اسألني اه انا معاكم ان شاء الله شكرا شكرا